اكد سمو الشيخ خالد بن حماد الخليفة ناب الأول لرئيس المجلس العلال الشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن مملكة البحرين ماضية في احتضان الفعاليات الكبرى التي تسلط الضوء على المنجزات الحضارية والعلمية والتعليمية التي تسير عليها المملكة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمساندة الدائمة من الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خصوصا في القطاعين الصحي والرياضي في ظل الدور البارز الذي يقوم به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في المجال الرياضي جاء ذلك خلال افتتاح سموه المؤتمر الخليجي الأول لرعاية الصحية والرياضة في نسخته الأولى بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى لصحة وأسعدت الدكتور جليلة بنت السيد جواد وزيرة الصحة وأسعدت الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين والذي تنظمه جامعة البحرين بالتعاون مع إيجيكيشن بلوس بمشاركة واسعة من الكوادر الطبية والرياضية والطلب والطالبات من مختلف الجامعات في المبلكة وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن القطاعين الطبي والرياضي يسيران بخطا ثابتة نحو المزيد من التطور والاستهار في ظل الدورات العلمية والأكاديمية التي تم طرحها في الفترة الماضية وساهمت في بلورة العديد من الأهداف المرجوة خصوصا أن هذه المؤتمرات تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في جعل المملكة قبلة لاحتضان الفعاليات الكبرى وأشهد سموه بمحاور المؤتمر الخليجي الأول للرعاية الصحية والرياضة في تقطية الصحة الشاملة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعين الصحي والرياضي متمنيا سموه التوفيق والنجاح لكافة المشاركين هذا وبدأ حفل افتتاح المؤتمر بكلمة لسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين عبر فيها عن بالغ شكره وامتنانه لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لرعايته الكريمة للمؤتمر الخليجي الأول للرعاية الصحية والرياضة وحضور الجلسة الافتتاحية وأكد سعدة الوزير أن الدور الرائد لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة جنبا إلى جنب مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في دعم الحركة الشبابية والرياضية يلهم الشباب البحريني للبذل والعطاء والمشاركة في مختلف البطولات الوطنية والقارية والدولية وتحقيق الإنجازات التي تشرف المملكة ستون ورقة عمل علمية تجمع بين الطب الرياضي والصحة يقدمها نخبة من المتخصصين يطرحون تجاربهم وخلاصة خبراتهم في مجال الطب الرياضي وسبل توظيف التطور التكنولوجي في هذا المجال المؤتمر هذا مميز جدا كونه الأول في طبيعته في البحرين وفي المنطقة هو يربط جزئتين مهمين جدا في مستقبل الرياضة ومستقبل الرعاية الصحية في البحرين ويحاول أنه يربطهم مع بعض ويربطهم بمواضيع ثانية من ضمنها ثورة صناعية الرابعة الذكاء الاصطناعي محاورة متعددة بصورة كبيرة تتناول قطاعات كثيرة في الرعاية الصحية وشقية الرياضة فيها من ناحية ثانية تركيز كبير على الرياضة وأهمية الجزئية الصحية والرعاية الصحية فيها هذا المؤتمر يضم نخبة من الأكاديميين والاستشاريين والمختصين في القطاع الصحي والقطاع الرياضي يضم المؤتمر تقريبا 60 أرق عالمية في مجالات التمريض والقبالة العلوم الصحية المساندة بتخصصات الصيدلة الأشعة التشخيصية الصحة العامة وعلوم المختبرات الطبية بالإضافة إلى الأوراق العلمية للمجال الرياضي المؤتمر يضم نخبة من الأكاديميين والمختصين وصانع القرار في منطقة الخليج العربي المميز في هذا المؤتمر أن المشاركين في المؤتمر سيتم نشر أبحاثهم العلمية في مجلات علمية محكمة وكذلك نمنح المشاركين في المؤتمر 12 ساعة معتمدة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية هذا المؤتمر بنسخته الأولى يتيح الفرصة أمام المشاركين للتعرف على أحدث التطورات في مجالات الرعاية الصحية والرياضية وسوء لتطوير هذه القطاعات بمجالاتها المختلفة مؤتمر نوعي أنه يدمج الصحة مع الرياضة وكون الرياضة هي الأساس لبناء مجتمع صحي وبالتالي لن نحتاج إلى خدمات علاجية الخدمات دائما الصحية تنتظر إلى أن يعتل المواطن وتتقدم بعد ذلك الخدمات بمعالجة الإشكاليات التي ترتب عنها سوء جودة الصحة وبالتالي هذا المؤتمر يعني بتقديم الرعاية وتحسين جودة الحياة حتى لا نحتاج إلى تقديم خدمات صحية هدفنا تنظيم التعليم المستمر والتطوير المهني للممرضين والأطباء والمسعفين المعنيين في إدارة الطوارئ في هذه النشاطات الرياضية الهدف هو أمن وسلامة المصاب سواء الإصابات في توقف القلب توقف النفس أو حتى في الإصابات عبر الحوادث فهدفنا إنعاش المريض فورا بأسرع وقت ودعم الحياة وتأمين نقل المريض إلى الرعاية المتقدمة في المستشفيات في المملكة بأسرع وقت وبأمان هذا ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر الذي يعقد جلساته على مدار يومين بجملة من التوصيات التي من شأنها أن ترسم خريطة عمل يسير عليها المشاركون لتعزيز مجال الرعاية الصحية والرياضية مواضيع متخصصة ومحورية في قطاعي الصحة والرياضة طرح فيها المتحدثون الكثير من الأفكار المتميزة والتي تسلط الضوء على طرق توظيف التكنولوجيا العلمية والتي من شأنها أن تساهم في تطوير هذين القطاعين لإيجاد مجتمع متقدم والصحي خولة لغرينيس بمعكس الأخبار تلفزيون البحرين